بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثامنة المحاضرة الأولى أهمية الوقف والابتداء وفائدتهما وقد ورد في فضلهما حديث رواه الإمام المسلم عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل من يعص الله ورسوله وفي توجيه هذا الحديث لبيان مكانة الوقف والابتداء يقول مكي بن طالب تعليقا على هذا الحديث وكان من حقه أن يقول ومن يعصهما فقد غوى أو يقف على رشد وفي هذا دليل على أهمية الوقف والابتداء وأن لا يعطف جملة على أخرى إلا حيث يتكامل المعنى هذا من ناحية فضل الوقف والابتداء كما ورد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين لنا كذلك أهمية هذا الوقف والابتداء ما روي عن علي رضي الله عنه أنه لما سئل عن قوله تعالى وردت للقرآن ترتيلا فأشار رضي الله تبارك وتعالى عنه بجملتين مختصرتين عن معنى الترتيل فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وفي هذا يتبين لنا من هذا الإمام الجليل وهو إمام من أئمة القراءات كما نعلم أن تجويد الحروف مهم لكتاب الله تبارك وتعالى ومعرفة الوقوف يأتي أيضا من الأهمية بمكان بل إن معرفة الوقوف أي معرفة الوقف والابتداء أهم من تجويد الحروف وكل ما مر معنا من أحكام التجويد السابقة إنما تتعلق بتجويد الحرف أي من ناحية الشكل من ناحية المد أو الغنة أو ما إليهما ولا يترتب على الإخلال بتجويد الحروف كما أسلفنا سابقا أي خلل في المعاني أما معرفة الوقوف والوقوف عندها أو عدم الوقوف عندها كل ذلك يؤثر بالمعنى فهما وسلبا وإيجابا فلذلك كانت معرفة الوقوف من الأهمية بمكان فائدة الوقف والابتداء تتلخص فائدتهما بثلاث نقاط النقطة الأولى هما حلية التلاوة لأنها تتعلق بالمعاني كما أنها زينة القارئ حيث تدل على أنه يعرف أين يقف ويعرف كيف يبدأ وإننا لنسمع كثيرا من بعض الأئمة عندما يقفون على قول الله تعالى مثلا ويدخلهم جنات تجري فيقف على تجري وفيها من فساد المعنى كما تلاحظون أو ربما سمعت بعض الأئمة وقف على قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر وسكت هنا وهذا إشارة واضحة إلى الإخلال كثيرا بالمعاني مما يدل على أن هذا القارئ غير فاهم لما يقرأ كما أن من فائدتهما أنها فهم للمستمع فالقارئ لكتاب الله تبارك وتعالى يعطي للسامعين ما قاله الله عز وجل وينبغي أن يبلغهم كلام الله كما يريد الله تبارك وتعالى كما أن من فائدتهما أنها تعرف أو يعرف المرء فيها الفرق بين المعاني الصحيحة والمعاني الباطلة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر